اشتركوا في القناة الدبابات الوحيد الذي كانت تمتلكه القوات المسلحة الملاكية المغربية في ذلك الوقت في السادس من شهر اكتوبر من سنة الف وتسعمائة وثلاثة وسبعون قرر العرب الثأر لهزيمتهم سنة الف وتسعمائة وسبعة وستون من قبل اسرائيل وقام كل من الجيش السوري والمصري بتنفيذ هجوم متزامن على الجيش الاسرائيلي في كل من هضبة الجولان وصحراء سنة وشاركت القوات المسلحة الملاكية المغربية في الحرب الى جانب جيوش عدد من الدول العربية وبلغ عدد جنود التجريدة المغربية في سوريا بحسب ما نشرت جريدة الاهرام المصرية ستة الاف مقاتل مع عدة دبابات ومدفعية ومدرعات قتالية وكانت الكتيبة المغربية مدربة جيدا وتضم خيرة ضباط وجنود المدفعية المغربية الذين كان اغلبهم من ثقنة قصر السوق سابقا الرشيدية حاليا ومن مدرسة الدار البيضاء بمكناس وكانت تلك التجريدة المغربية تحت امرة الجنرال الراحل عبدالسلام الصفريوي وبحسب الجريدة المصرية فقد لعبت التجريدة المغربية دورا حاسما في حرب اكتوبر 1973 من خلال تحرير اجزاء مهمة من هضبة الجولان مع وحدات عراقية وتمكنت لوحدها من تحرير جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق وتل ابيب وكان مفروضا ان تحمي طائرات الميغ السوفيتية الصنع التي كان يتوفر عليها الجيش السوري هذا النصر الذي حققه المغاربة من خلال توفير غطاء جوي لهم غير انها تخلط عنهم وايضا امرة القوات السورية بالانسحاب وكانت الطائرات الوحيدة التي بدأت في التحليق فوق رؤوس العسكريين المغاربة كانت الطائرات الاسرائيلية من نوع مراج الفرنسية الصنع واف خمسة الامريكية الصنع وسقط العديد من الشهداء المغاربة نتيجة القصف الجوي وتمكن الجيش الاسرائيلي من استعادة جبل الشيخ الاستراتيجي ولولا تدخل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لأبيد كامل جنود التجريد المغربية حيث امر سلاح الجو العراقي بتأمين الكتيبة المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر